تحيز فاضح تعبير استخدمه رئيس الوزراء البريطاني الأسبخ بوريس جونسون حينما أعلن أنه أجبر على الاستقالة من البرلمان على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة بارتي جيت تلك الفضيحة التي أجبرت جونسون أيضا على الاستقالة من رئاسة الوزراء الصيف الماضي بسبب الحفلات التي أقيمت في داونينغ ستريت مقر الحكومة البريطانية خلال فترة القيود الصحية التي فرضت لكبح فيروس كورونا قرار جونسون بالاستقالة سيحتم إجراء انتخابات فرعية داخل البرلمان والتي ربما تشكل ضغطا سياسيا على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك في مواجهة اختبارات انتخابية يبدو أنها ستكون صعبة في وقت تظهر استطلاعات الرأي فيه تراجعا كبيرا للمحافظين بعد 13 عاما في السلطة وتملك لجنة الامتيازات في البرلمان سلطة التوصية بتعليق عضوية جونسون في البرلمان لأكثر من عشرة أيام إذا ثبت تضليله للبرلمان عن عمد أو بلا مبالا جونسون عبر عن حزنه الشديد على مغادرة البرلمان في الوقت الحالي متهما لجنة التحقيق بالتعامل بطريقة غير ديمقراطية مؤكدا أن اللجنة تصر على إقصائه من البرلمان مشيرا إلى أنه لم يقدم أحد حتى الآن دليلا على تضليل مجلس العموم عن قصد أو بطريقة متهورة لجنة التحقيق المكلفة أصدرت تقريرا وصفه مراقبون بأنه مليء بالمغالطات وتفوح منه رائحة التحيز من دون أن تتاح أي فرصة رسمية للطعن فيه كما أعلنت اللجنة أنها ستكتمع لتختتم عملها وتنشر تقريرها سريعا